اشتركوا في القناة ما سنعرضه ليس رداً على أكاذيب والدعاءات روجت لها قناة الجزيرة القطرية لأن الأكاذيب لا تستحق الرد والاهتمام خاصة حين تأتي من جهة امتهنة التضليل والتزييف ادعاءات الفتنة والتحريض لا يمكن اعتبارها مضموناً إعلامياً إنما هي مضمون إرهابي تحريضي مثير للفتنة فضلاً عن كونه مناف للواقع وضارب في الكذب والتزوير التسجيلات التي تم بثها لكل من محمد صالح علي وهشام هلال بلوشي تعود للعام 2011 وتقف وراءها مجموعة إرهابية اتهمت بحيازة الأسلحة والتخطيط لعمليات إرهابية وتم محاكمتهم عام 2004 وقد أقرت المجموعة بأنها أعدت هذه التسجيلات بما فيها من أكاذيب من أجل توظيفها إعلامياً واستخدامها كورقة ضغط بالنسبة ما عرض في قناة الجزيرة من المادة التي سربت فحبيت أوضح أن ما هناك أي تواصل مني مع قناة الجزيرة أو تصريح مني إلى قناة الجزيرة وحتى المادة التي سجلت أصلاً ما كان مخصد منها أن تصل إلى قناة الجزيرة وما لي أي علاقة فيهم وما كان مني أي تواصل مع قناة الجزيرة بالنسبة حق موقع التسجيل طبعاً حصل في مملكة البحرين في عام 2011 وتحديداً في مدينة حمد في منزل الأخ هشام البلوشي وجمال البلوشي في حضور الأخوة أنا حاضر جمال الأخ جمال البلوشي الأخ شام البلوشي الأخ محيد دين خان والأخ بسام العلي وحصل طبعاً اتفاق في موضوع تسجيل هذه المادة لتشكيل ورقة ضغط على الجهات الأمنية حتى لا نتعرض مرة ثانية إلى ضغوطات أو محاولة قابض مرة ثانية وحصل بعد قابض علينا ومحاكمتنا في عام 2004 هذا السبب من تسجيل الفيديو وما في أي أسباب أخرى اللي قاعدت تذكره قناة الجزيرة وقحمت هذا التسجيل ووظفته لوظائف أخرى بالنسبة عن موضوع التكليف باختيالات أو جلب أسلحة المملكة العربية السعودية فما هناك أي تكليف والموضوع عاري عن الصحة وسبب ذكر هذه التكليف أو جلب الأسلحة ليضفاء قوة على إعلامية على الموضوع وتشكيل وزن وحجم للموضوع وكذلك ذكر أسماء الضباط كان معرفتي بأسماءهم حصل أن استدعاء وتحقيق معي بهذا السبب ذكرت أسماءهم السجل طبعا منتج على سيديات كنت أنا أمتلك سيدي الأخ محيد الدين خان والأخ بسام العلي حصل طبعا مثلا ما انصدامنا وتفاجأنا قبل أيام أنه عرض وسرب هذا الموضوع إلى قطر وما سرب إلى قطر إلا بمبلغ مالي بسأل الله أن يحفظ البحرين ومملكة البحرين وقيرة البحرين وأن ينعم علينا رب العالمين إن شاء الله بنعمة الأمن الأمان والثبات والتجمع حول قادة البحرين بإذن الله تعالى التغرير الذي نشر في الجزيرة مقاطع الفيديو مقاطع الفيديو أنا شفته سابقا وفي التغرير نشرينها كلها مقطعة على أساس أنه يوصلون للهدف اللي هما يبونا والفيديو اللي أخوي يتكلم فيها عن الأجهزة الأمنية ومحمد صالح يتكلم عن الأجهزة الأمنية هاي الفيديو سجل في بيتنا في المجلس وأنا كنت موجود ومحيد الدين كان موجود وبسام كان موجود وهم اتفقوا مسبقا أنهم يفبركون التسجيلات على أساس أنه يكون لها وزن ثقيل إعلاميا للضغوطات على الحكومة البحرينية أو الأجهزة الأمنية من خلال المنظمات الحقوقية فلما خلصوا التسجيل مع أخوي ودايما كانوا يساعدونا ودايما كانوا ينصحونا حتى أنا شخصيا كذا مرة شفت أفراد من الأجهزة الأمنية كانوا يقولون لي أنصح أخوك فقلت لهم أنا نصحة الوالدة نصحة البيت نصحونا الكل ينصحها بس هو الفكر الجهادي مع الشيش في مخه حبيت أشهد شهادة أنا على علمها وحاضرها للفيلم اللي انشرت الجزيرة حضرت المجلس نفسه اللي انشر فيه الفيلم أنه تم تصوير محمد صالح الشيخ محمد صالح في أقوال معينة ذكرها بالفيلم وشيخ حشام بلوشي ذكر بعض الأقوال حصل شهادة أني أنا حاضر هالمجلس دي وأذكر ما شاهدت في المجلس ما عجبني الوضع في وقته اشتهت أنه يمسح الفيلم وتنلغي العملية كلها نهائيا ما نجحت في الموضوع دي ولكن نجحت أن أخذ منهم وعود بعدم النشر تحت أي ضر من الظروف وما يستخدم لأي غرض كان وكأنه لم يكن فهذه اللي أنا أشهد به وهذه اللي أنا حضرته وهذه تسجيلات صوتية تكشف التواصل بين مسؤولين قطريين والمدعو محيد دين محمود خان أحد أعضاء هذه المجموعة والهارب في تركيا وذلك بهدف الترتيب للحصول على اللجوء السياسي وكذلك التواصل مع قناة الجزيرة فيه أخوة تواصلوا معايا من قطر فلما حولي يعني أعرض عليها أنهم عندهم الآن نظام جديد في قطر طلعوه حق اللجوء السياسي فلما حولي أنه هل نكلم الحكومة يعني رتب لك ترتيب حتى أنك أنت تجي إذا صار شيء مثلا هنا ضيقت يعني في تركيا أنك تجي مباشرة هناك وتقدم اللجوء في المطار فقال له هذي فيه إمكانية يعني وزي ما قلت لك أنا أكلمت بعض الأخوة هناك أروح للسفارة القطرية في أنقرة وأقدم عن اللجوء السياسي وأنتظر منهم رد وفيه واحد بكرة بجلس معه بيكلم واحد يسير خال الشيخ تميم يعني ولمعلواتك أيضا بعد إلى الآن الجزيرة قاعدة تحاولون تواصلون معها إن لغة التحريض وإثارة الفتنة والتي تتبعها قناة الجزيرة القطرية تنطلق من منهج دولة قطر في دعم وتمويل الإرهاب ترجمة نانسي قنقر